الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسول الله ثم أما بعد ما الحكم لو رجل صلى قبل دخول الوقت؟ ما الحكم من رجل صلى قبل دخول الوقت؟ يعني مثلا واحد الظهر بيدا مساء على الساعة 12 أو 12 مثلا و10 أو 12 و5 هو لم يكن يعلم يعني ظن في نفسه أن الظهر أزن له ظن في نفسه أن الظهر أزنه فرح مصلي توظف البيت ورح مصلي الظهر والوقت الظهر أصلا لسه بدخلش الساعة مساء 11 ونص ساعة 12 أو 12 ما حكم الصلاة دي اللي وصلها بالوقت؟ هذه الصلاة لا تصح كفريض ما ينفحش ما ينفحك أنه صلته لازم أن يعيد الصلاة مرة أسان ليه بقى؟ لأن الله عز وجل قال في القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقود يعني إيه كتابا موقود؟ يعني إذا ما دخل الوقت فقم لتصلي لربك عز وجل إذا ما دخل الوقت الذي حدده ربنا عز وجل ووقته ربنا عز وجل فقم وصلي لربك لكن قبل الوقت لا يجوز لك أن تصلي أن تصلي طيب يا أنا ما كنت شعرف نقول له خلاص لا ما تعرفش إلا حرج عليك لكن لا هذه الصلاة لا تحسب كفريض طيب نقول له الصلاة باطلة لا الصلاة مش باطلة ليه؟ لأنه توضى ودخل خلاة وتوضى الوضوء الصحيح طيب نحسب الصلاة إيه؟ نحسبها نافلة يعني مثلا وصلها قبل الظهر أربع ركعات نظن أن هؤلاء الأربع هي تجزي عن الضوضو لا دي يعتبرهم سنة يعتبرهم سنة الضحى أو ما شابه ذلك ويجب عليك أن تصلي الظهر مرة تاني ثاني واحد ظن مثلا أن العشاء أزن له ورح أين من صلي العشاء أربع ركعات ثم صلى الشفع والوطن إلى غير ذلك وبعد ذلك إذا بيسمعوا يسمعوا المؤذن ينادي بالصلاة فنقول له الحال نقول له الصلاة تصح لأن الله قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوط تبع من إيه في الأربع ركعات لأن صلاة تقول الأربع ركعات دول بطلين يا شيخ أو لا الأربع ركعات دول مش بطلين الأربع ركعات دول يصح منك ولكن يصح منك كسنة يصح منك كسنة أما كفر لا لأن الله قال إن الصلاة أكاد على المؤمنين كتابا موقوطا وأنت عندما صليت لم يكن الوقت قد أزن له ولم يكن وقت قد دخل وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم